السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على أناتي نديا تعليم مع فيديو جديد في مادة اللغة العربية للمستوى الرابع صفحة 152 من الكتاب الواضح في اللغة العربية إذن هنا الواحدة الخامسة عنوان بالغابة لدينا هنا ناص أيضا بعضوان الغابة إذن نلاحظ هنا ناص بعضوان الغابة في البداية نبدأ من أتهيأ نلاحظ هنا صورة غابة وأطفال يلعبون بالقوة داخل الغابة وتبدو على ملامحهم الفرح وكذلك الاستمتاع إذن نبدأ من السؤال الأول لماذا يفضل أغلب الأطفال مزاولة الرياضة داخل الغابة؟ إذن الأطفال يفضلون اللعب داخل الغابة لأنه فضاء واسع كما أنه هواءها نقي ونشعر فيها أيضا بالراحة والنشاط والاستمتاع إذن نجيب على السؤال الأول لماذا يفضل أغلب الأطفال مزاولة الرياضة داخل الغابة؟ لأن فضاء الغابة واسع وهواءها نقي إذن يمكن أن نكتب لأن فضاء الغابة واسع وهواءها نقي السؤال الثاني عندما تأمون بنزهة في الغابة كيف يكون إحساسكم؟ إذن نحس بالنشاط والراحة وكذلك الاستمتاع نكتب نشعر بالراحة والنشاط والاستمتاع جواب السؤال الثاني نشعر بالراحة والنشاط والاستمتاع ننتقل إلى ألاحد سؤال الأول أعبر عما أشاهده في الصورة إذن هنا الصورة كما أننا سعبر عن أطفال يلعبون بالقرة داخل الغابة وهم يشعرون أن نلاحظ من منامحهم بالفرح كذلك الاستمتاع إذن نكتب هنا أشاهد في الصورة أطفال يلعبون قرة الأدم في الغابة ويبدو عليهم الفرح سؤال الثاني نرى عنوى النص الغابة وأبين علاءته بالصورة إذن النص عنوانه الغابة كذلك الصورة تعبر عن غابة وأطفال يلعبون بداخلها القرة علوان نص الغابة والصورة أيضا تعبر عن الغابة وأطفال يمارسون ريادة فيها إذن نكتب علوان نص الغابة كذلك الصورة أيضا تعبر عن الغابة وأطفال يمارسون ريادة فيها سؤال الثالث انطلاءاً من العلوان والصورة ومن خلال بداية النص أتوقع ما سيتحدث عنه النص إذن من خلال العلوان الغابة الصورة أيضاً كذلك تعبر عن الغابة بداية النص تبدأ بالغابة هي أحد كنوس طبيعة ويتجمع كبير من الأشجاب الخضراء إذن هنا سنتوقع أن الكاتب سيتحدث عن فوائد الغابة وكذلك فوائد ممارسة الرياضة فيها وكذلك فوائد ممارسة الرياضة داخلها أو فيها إذن أتوقع بأن الكاتب سيتحدث عن فوائد الرياضة وكذلك فوائد ممارسة الرياضة داخل الغابة أو داخلها إذن ننطئل إلى الصفحة 153 لنجيب عن أسئلة الفهم وذلك يعني أن يكون بعد إراءة النص إذن نبدأ من السؤال الأول في بداية النص هو فقط إراءة النص كذلك السؤال الثاني إذن مباشرة ننطئل إلى السؤال الثالث أشرح الكلمات وفع الصياء خرابها يختل حيوي زحف إصراف وأستعملها في جملة إذن سنشرح هذه الكلمات حسب الصياء في النص ثم نركبها في الجملة الكلمة الأولى خرابها إذن خرابها معناها تدميرها إذن خرابها معناها تدميرها نركبها في جملة تتسبب الزلازل تسبب الزلازل خراباً للمدينة إذن تسبب الزلازل خراباً للمدينة الكلمة الثانية يختل معناها يتطرب يختل أي يتطرب تركيبها في جملة اختل توازن الطفل فسأط أرضاً اختل توازن الطفل فسأط أرضاً معنى كلمة الثانية حيوي أي مهم وضروري حيوي معناها مهم وضروري إذن يمكن أن نكتب هنا جملة الماء عنصر حيوي أي مهم وضروري الماء عنصر حيوي الكلمة بعدها زحف وهو تأضم ببطء الزحف يعني التأضم ببطء يمكن أن نكتب هنا جملة تعرف الصحراء زحفاً للرمالي تعرف الصحراء زحفاً للرمالي إسراف معناها تبدير وإفراط إسراف هو التبدير والإفراط في جملة نهان الله عن الإسراف نهان الله عن الإسراف إذن نعيد الكلمات بالشرح والجمل خرابها معناها تدميرها تركيبها في جملة تسبب الزلازل خراباً للمدينة يختلو وهو معناها يضطرب الجملة اختل توازن الطفل فسأطى أرداً حيوي معناها مهم وضروري الجملة الماء عنصر حيوي زحف تأضم ببطء تعرف الصحراء زحفاً للرمالي إسراف تبدير وإفراط الجملة نهان الله عن الإسراف إذن ثم ننتقل إلى السؤال الموالي وردت كلمة أفضل في جملة للغابة أفضل علينا هل تعني فوائد أم أمثال أم فضلات إذن الغابة لها أفضل علينا أي فوائد كثيرة بالنسبة لنا إذن أفضل هنا تعني فوائد ونحيط كلمة فوائد وردت سؤال خامس وردت في الفقرة الأخيرة كلمة مصدات هل تدل على سدود حواجز أو مصادر إذن وأخيراً الغابة تحافظ على طبعة الأوزون كما أنها مصادات طبيعية تحد من زحف الرمال أي هنا تعتبر سدود عفواً حواجز تحد من زحف الرمال لأنها موانع معناه هنا موانع طبيعية تحد من زحف الرمال والموانع هي الحواجز السؤال السادس الغابة تحافظ على طبعة الأوزون أذكر منافع أخرى للغابة وأعرف بطبعة الأوزون إذن الغابة تحافظ على طبعة الأوزون منافع أخرى للغابة إذن الغابة لها فوائد عديدة سندكر بعض المنافع تمنحنا الأكسجين وتخلص الجو من تناء أكسيد الكربون وتعتبر مصادات طبيعية تحد من زحف الرمال إذن الغابة تمنحنا الأكسجين وتخلص الجو من تناء أكسيد الكربون وتعتبر مصادات طبيعية تحد من زحف الرمال السؤال السابع عفوا هنا تتمت للسؤال وعرف في طبقة الأوزون إذن طبقة الأوزون وجزء من الغلاف هي جزء من الغلاف الجوي يحتوي بشكل مكثف على غاز الأوزون طبقة الأوزون جزء من الغلاف الجوي يحتوي بشكل مكثف على غاز الأوزون السؤال السابع أشرح في جملة أو أكثر كيف تساهم الغابة في تصفية الهواء إذن الغابة من فوائد الغابة أنها تساهم في تصفية الهواء سنشرح كيفية ذلك إن الغابة تمتص الغازات السامة وتطرح الأكسجين وبذلك تساهم في تصفية الهواء نعيد إن الغابة تمتص الغازات السامة وتطرح الأكسجين وبذلك تساهم في تصوية الهواء إذن ننتقل إلى السؤال الثامن استخرج من النص العبارات التي تدل على إفساد الغابة وكيف يساهم الأطفال في حمايتها إذن هناك عبارات تدل في النص على إفساد الغابة سندكر بعض هذه العبارات مثل الأطع المفرط الرعي الجائر الحرائع والملوتات رمي أو دفن النفايات المساطنة إذن من بعض الأضرار للغابة الأطع المفرط الرعي الجائر الحرائع والملوتات رمي أو دفن النفايات المساطنة كيف يمكن للأطفال المساهمة في حمايتها يمكن للأطفال المساهمة في حمايتها بعدم تلويتها يمكن للأطفال المساهمة في حمايتها أي الغابة بعدم تلويتها ننسأل إلى أركب إذن أركب نبدأ أيضا من السؤال الأول ألخص فئرات النص تلخيصا مركزا ونقترح علوان مناسب له بعد استخراج الفكرة الرئيسية إذن سنستخرج في البداية الأفكار الأساسية للنص ثم تلخيص ثم العلوان إذن نبدأ من الأفكار الأساسية للنص الفكرة الأولى أهمية الغابة واعتبارها أحد كنوز الطبيعة الفكرة الثانية تعرض الغابة لأخطار يؤد الإنسان نحو كارثة بيئية الفكرة الثالثة ضرورة المحافظة على الغابة والفكرة الأخيرة فوائد الغابة إذن أعيد أفكار الأساسية للنص أهمية الغابة واعتبارها أحد كنوز الطبيعة تعرض الغابة لأخطار يؤد الإنسان نحو كارثة بيئية ضرورة المحافظة على الغابة وفوائد الغابة إذن ثم سنشكل تلخيصا للنص التلخيص تعتبر الغابة أحد كنوز الطبيعة فهي تلعب دورا مهما في حياة الإنسان وخصوصا في تصفية الهواء لذلك فتعرضها للأخطار سيؤود الإنسان نحو كارثة بيئية مدمرة تلخيص مركز للنص أعطيتكم مثالا ويمكنكم إنشاء أيضا تلخيص من اختياركم تعتبر الغابة أحد كنوز الطبيعة فهي تلعب دورا مهما في حياة الإنسان وخصوصا في تصفية الهواء لذلك فتعرضها للأخطار سيؤود الإنسان نحو كارثة بيئية مدمرة علوان للنص هناك أمثلة يمكن أن نكتب أهمية الغابة أو فوائد الغابة كأتراح أهمية الغابة أو فوائد الغابة السؤال الثاني أبحث غرف أتصديقتي عن تعريف لبعض العبارات وردت في النص زحف الرمال النظام البيئي الطاءة المتجددة إذن هنا سنبحث عن معنى هذه الكلمات زحف الرمال النظام البيئي الطاءة المتجددة إذن أنا بحثت عن هذه معنى الكلمات زحف الرمال وهو خلل طبيعي يؤدي إلى زحف الرمال من المناطق الصحراوية إلى مناطق أخرى بعيد زحف الرمال هو خلل طبيعي يؤدي إلى زحف الرمال من المناطق الصحراوية إلى مناطق أخرى النظام البيئي وهو مساحة طبيعية وما تحتويه من كائنات حية نباتية أو حيوانية أو مواد غير حية تعريف النظام البيئي وهو مساحة طبيعية وما تحتويه من كائنات حية نباتية أو حيوانية أو مواد غير حية الطاءة المتجددة هي الطاءة المستمدة من الموارد الطبيعية التي لا تنفذ وتتجدد باستمرار سؤال الثالث طلب من الكاتب أن نحمل غابة من أي اعتداء في ندرك عن أي اعتداء يتحدث الكاتب إذن الكاتب يتحدث عن الاعتداء عن الغابة من طرف الإنسان ويتمثل في استنزاف ترواتها وأطعي أشجارها وكذلك تلويتها والحرارة إلى آخره إذن استنزاف ترواتها وأطعي أشجارها هذه أمتداء من الاعتداء الذي يتم على الغابة إذن السؤال الرابع أحدد نوع النص ثم أتأكد من صوائعاتي إذن النص إخباري معلوماتي أم سردي أصصي أم إعناعي إحجاجي إذن فهو إخباري معلوماتي لأنه يعرفنا أو يعطينا معلومات عن فوائد الغابة وأهميتها إذن هذا هو الجواب الصحيح سنلون إخباري معلوماتي لأنه هو الجواب الصحيح إذن هكذا نكون أنهينا تمارين الصفحة 152-153 من كتاب فضاء الرياضيات للمستوى الرابع